السلام عليكم حبيبتي و الاسباح النور خطش هداوين كملت المونتاج هذا الفيديو و ما زال مرقتش من البارح ان شاء الله نلقى بزفت على اللايك او مو هاد العيه يروح لي اليوم جو بتركم السابلي واحد بدوق الكاسيس يعني السابلي بدوق الكاسيس والحشو تاني بدوق الكاسيس واحد سابلي فاني والحشو بدوق الشوكولة وتاني واحد سابلي فاني والحشو بدوق الكاسيس يعني حلوة جافة وبنينة بزاف بزاف حلوة سابلي نشكلوها غير بوحد المول رخيص شدة ننظر نشيتها غير سام ميل و هكا سات ميل نزيدو لها شوية تعتزين و شوية تعدونتال توليت بان حلوة راقية و بخيزان طابل هدا ما يعنيش انها ماشي بنينة والله البنة رائعة رائعة صايدوك جا وقت تعال نفتح لكم الحبات كي نبدأ نفتت كي نبدأ نفتت نتفكر ديك الاخت اللي قتليت نارفوني نضل قتليت نارفوني كي تبدو تفتتو فيه بس احنا قاعدة اللي فتتها نميتها بالكغامل و شفت به القهوة نبدو باسم الله بالحشو باش نخلوه يعني يتشرر فيه غرده و هداك السكر والعسل يدوبو و جينا ننعسل عندي ثلاثة مقدار تحتاجه الهند تحاولو تشرو النوعية الجيدة تكون الحبيبت تحت ترين ماشي يبسين و تاني كي نخبكمها كنشمو ريخة تحت عنوات كوكو تحتاجه الهند و كي نخبكم تاني شوى كما بين سبعنا يتلقى الهند نوخة شوية تحت الزيت سوف نطحن سكر حبيبت سوف نطحنهم في الربو لا نستعملوا كي يكون خاشن سوف نطحن ثاني السكر معاهم بش يجين الحشو مع السل سوف نستعمل ثاني الحشو تاعل اللوز و الكوكا والفول السوداني نخلطهم شوية و نرحيهم معا بعد حتى نوصل القوام اللي بغيته هنا سيوصلت القوام اللي بغيته سوف نطحن في البول هنا جبت الليمون و عندي هنا في الكونجيلاتور من جمد هنا نديرو حاولي ثلاثة مغارف ثلاثة مغارف صغار دوكنوا ليكم المغارف اللي استعملتها تعاصير الليمون هاديك الصغيرة الغاز الوردية الضوء تعال الليمون يخلينا الحشو مع السل مدة طويلة ما يتسكرش معا ثلاثة مغارف صغار تاني تعال العسل هاكا يكونوا ممسوحين خاطر شادو كل البول اللي استعملتهم غير صغار ماشي كبار وانتوما إذا درتوا العبار يكون كبير كبروا المغرف يعني ديروا بمغرف كبيرة وضوك اللم بالبيض هنا جبت حبها بيت درجة حارة الغرفة هنا من نيتي درت غير مغرفة واخد مغرفة تاع البيض قا حد الكمية ودرت مغرفة ما شافش أسرالي باينا بلي مرديش تلمها وزدت على هاتر تاع الكاسيس معا ثلاثة مغارف تاني صغار شوية تعمار قارين باش هذي الحشو يقعد الناطري خاصة إذا كان جوز اللي هين تتعكم ناشف هنا ستكملت هذيك الحبه تاع البيض هاكا وما لم تليش هذيك الكمية هنا لي روح درت مغرفة الأول أيام من بعد زدت صفر تاع واحدة بيدها كما راكم تشوفوا هنا صايق غير زدت هذيك الحبه تاع الصفر لم تلي الحشو نحن نعجلها بيدها باش نحس بالقاوام وهنا قعد غير نزيد في عطر الكاسيس بغيته شوية يكون فونسي واحدة للريحة تاعها هذا عطر الكاسيس ما شاء الله راهي مادة واحدة للريحة نوع غير نشم فيها هذا غير هذا يتعمر بمئة دينار تاع ديمين تاع الكاسيس نجيب نينا وانتو مديرو اي عطر اللي بغيتوه ذو نغطيه ونخليه قدامي ذو قدي نعود نوجد الحشو تاع شوكولة نفس المقادير تلاتة ميقدار تاع جوز الهند معا ميقدار ننقص واحدة شوية تاع سكر رحيتهم زدت لهم ثلت مغارف تاع عصير الليمون ثلت مغارف تاع عسل وثلت مغارف تاع مارغارين صغار وهنا غدي نزيدهم الكاكاو انا استعملت هذي النوعية اللي تكون واسط ما تكونش فاتحة ما تكونش هذيك البني الغامق هذي اللي يجيكي الطراب انا استعملت ماركة كالوبو هذي ماركة شابة غالية شوية ولكن فيها دوق شباب بزا فتاع الكاكاو وزدت هنا كمشتوني سيت تلت مغارف تاع الليمون عاود زدتهم في الاخير ودوقن يزيد في الكاكاو ونشوف حتى نوصل للون اللي راني بغيته هنا ملتم ليش الخالة يستطغير شوية ما هذيك البيض اللي قلعت منها السافار ولكن ذات كمية كبيرة نزلي يعني بزايف نقص شوية وصايوة او تخلطتها بيدية ودوقن نوخن وجدوه العجينات السابلي تاع الكاسيس هنا عندي متين جرام تاع ماركارين طارية وبردة ونزيد عليها مية ميلي لتر تاع زيت الكوب هادا اللي استعملته سيعة تاعه ميتين وعشرين ميلي لتر تاع كين عمره يعني بالماء زدت عليهم مية جرام تاع سكر ناعم ودوقن نخلط بالخلط كهربائي حتى يريد قوامها ككريمي ويريد شغل اللون تاعه فاتح اللون احنا ما زال ما درتش البيض عليها نخلطو بزاف ولكن كين ديروا البيض ما نخلطوش بزاف باش هادا صابلي ما يبدأش يخرج الفقاعات في الفرن زدت حبه بيد بدرجة حرارة الغرفاء وزن البيضة خمس وستين غرام ودوقن نزيد في عطر الكاسيس حتى ننشوف اللي يعجبني حتى نوصل اللي يعجبني هنا زدت 100 غرام تاع مايزينة اللي هي الانيشاء هنتفكر تاني واحد الكومنتر واحدة يقاتي الله يهديكم ولي لكم اديروا المايزينة مش عارفة المايزينة الشافيهة تاني المهم ودوقن دي نزيد هي نوغمان مون دي مباشرة 500 غرام تاع الفارينة ولكن انا درت بالتدريج ديت 250 غرام في الاول مع رشة صغيرة تاع خميرة كميائية ونقطروش الخميرة الكميائية باش يشدنا لفوم بتاع المول عليها شو قلت لكم درت في الاول 250 غرام بتاع الفارينة وبدأ دي نزيد 250 غرام باش اذا خاصني اللون بتاع الكاسيس نبدأ نزيد ويدخلي بسهولة يعني خاشو قلت درت 500 غرام بتاع فارينة مباشرة تجيني هكا متماسكا ما غاديش نقد ندير هاداك العطر بسهولة ما يتخليش بسهولة يعني نضطر نقعد نعجن فيه باش يتخلي من بعد العجنات وليلي مطاطية وميجينيش الشكل تاعه مهمية غرام ما يزيدنا لها نيشاء الدورة ووزدت عليها 500 غرام وقعدت نزيد في العطر تاع الكاسيس حتى وصلت القاوم يعني باقياته كيفاش نعرف ايش عالغة يتخلي الوزن جبت العجينة عمرتها هنا في المول من بعد وزنتها المقطع راحلي كي نزنتها تطنير 35 غرام العجين انا قلعت منها شوية العجين وقلت ندير 25 غرام في العجينة وندير 9 غرامات ونجمعهم مع بعض يعطونا 34 غرام هنا الحشو ما قدنيش اعاود دخلت بالخوف جبت نوات كوكو وعاود دخلت حشو ثاني مصيف عليها خطرش العجينة جيتني كتر من الحشو وانا اصلا تاني ونجبهم هاد الحلوة عاود نزيد ندير منها هاداك الحشو قد يدقنا عاود نزيد عليه ونستعمل منه هنا بعد ما وزنت العجينة 25 غرامات من حشو 9 غرامات ندخل في الحشو الداخل في العجينة كما شفتو هنا انتبهتو العجينة درناها شوية متماسكة مش كما العجينة تعصابلية المحروفة خاطرش باش تشدنا لفغ متاحة كينديروها في المول كونديروها طريية مغاليش تشدنا للشكل كيندخلوها في الفرن هاداك الشكل غادي يروح هنا كي كورتها في دي بالحرارة تعيدية هديك المارغارين دابت والكورات شغلتين يدابوا ودخلتهم للتلاجة يتماسكوا واحد شوية وعود خرجتهم وبدأت نشكل هنا هنا كي يدخلكم العجين في هاداك التقوب بتاع المول سهلا ايبك يغضون ونخرجوه هنا نغطس الكورة في شوية تاع الفرينة باش متلسق ليش في المول خلش غاديكم ما ديروها شو الفرينة غادي تلسق لكم ونضغط عليها هاكا بيدية مليح باش هاداك الشكل تاع المول يخرج في العجينة ونقلعها هاكا بسهولة عيد بشوية نسعفها ونقلعها هادا نقلعها بالبانسو هاديك الفرينة اللي تكون نقلعها بالبانسو يكون حنين هاكا باش ما ننجرحوش هادي الشكل تاع المول وهنا غادي نعود ندير صابلي بدوق الفاني هنا نفس المقادير ولكن ما درتش الكاسيس درت مغرف كبيرة تاع عطر الفاني وهنا درت مباشرة خمسمائة قرام تاع الفرينة مع مئة قرام تاع المايزينة رشة صغيرة تاع الخاملة الكيميائية واللملع جينة هاين شوفوا القاوم تاع كيفا شي شي ما جيش طريب بزيف وما جيش تاني نعود ناشف بزيف 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 شوفوا غين بحارات عيدية شوفوا القاوم الوجه التاعي واللي أملس هنا تاني نفس الشي وزنتها خمس وعشرين قرام والحشو تاع الشوكولاتين وزنتها تسعة قرامات هنا شوفوا شتو كيفاش رهين مشققة هنا مين كنت نكور فيها نضغط عليها كبيدية وبعد نكورها شوية شوفوا قاومها كيفاش يقول لي أملس وشباب ما تخافوش من العجينة هانا ما دخلتها لها في تلاجلة ولو قاعد ندير مباشرة نختم تعرفها وشباب ما تخافوش كيفاش نقعد غير ونساعد فيها غير بشوية ونغلق عليها هادوك التشقوقات وكوشي نغلقها نعود نكورها في ديها بالحرارة عيدية هاد يقول لي قاومها يعني الملمس التحي يقعد أملس ميجيش مشقق هانا ما دخلتها لا في تلاجلة ولو قاعد ندير مباشرة نختم هنا يشعل كانت الساعة هنا نظن كانت الساعة والله السبعة والثمانية عصباح ما رقيتش قاعد كتعية نام تحتها بالعيام ما دخلتها لا في تلاجلة ونضغط عليها في المول راني يمشي على الفرن مسبقا على درجة تكون متوسطة إلى هادئة بدلي مدة الطبخ ثلاثين دقيقة على نار تكون هادئة فالرفع الوسطاني شعلت للنار غير من التحت ما شعلتش نلفوق هنا بعد ما اعطاها بشوفوني سدفته هنا بعد ما برد سدفته هنا في السنياوة ودوق غادي ندير تزين غادي ندير بالشوكولة تبغوا تديروا بعجينة السكر نديروا بعجينة السكر هنا قطعت الشوكولة رقيقة بزاف وسخنت الماء وحاطت هاد البول هنا يفص هادا كل ما السخون هنا غادي نزيد واحد شوية ونبدأ نخلط هنا حمام مائي غير بداية يغلي الماء اتفو عليه ما تخلوش الماء يغلي في الشوكولة بيضاء تنحرق لكم والقاومتها يقول لي ما تتماسك هنا هادروا ما تديروا ما تخلطوا والقاطرات الماء يطلعوا في الشوكولة غادي تيبس هي اصلا غادي تيبس كي نزيدوها هذا العطر ونزيدوها ولكن مزيدوش كمنوالي احنا يبلمو شفتو كي زيت عطر الكاسيس لقاومتها تماسك هنا ازيت شوية تاع زبدة الكاكاو احنا ازيت زبدة الكاكاو احسن من المارغارين زبدة الكاكاو كي تيبس ون متماسكة كي تتبرد ما عجبنيش اللون تها زيت لها شوية تع العطر الكاسيس عاود كي زيت عطر الكاسيس تشوفوا عاود تماسك تشوفوا كيف شولت هنا عاودت مخصوص غير بتاع زبدة الكاكاو شوفوا كيف شولت قاومتها ولا جاري وقد ينعمر في هاد الملتع السيليكون تبغو تستعملوا عجينة السكر استعملوا يعني التزين يرجع لكم هنا استعمل هاد الملتع ضربة واحدة فيه بزاف ولكن تكسروا لي بزاف خاطرش فيه شعل من واحدة وكي نجي نضغط على واحدة لي قدامها تتشقق ايه تكملتم بهذاك لي فيه ربعة يعني كملتم بين هادا هادا ساهل ينقلع بسهولة شوفوا غير هكا نضغط عليه غير شوياكا في الجوانب ينقلعوا به هاد الشكل ايهو ساهله تزين ساهل مانضيش نقولكم نقطة ع شوكولة ولسقو هاد الشوكولة في الواسط والشكل كي ما شفتوه في الأول ما شاء الله يعني حلوة بسيطة بسيطة بزافتين من بسيطة والله يبنينا بزاف انا دلت هاد الكمية وكلاولي نصها وغادي نزيد بكمية واحدة اخرى للاعيد ان شاء الله ان شاء الله تجربوها وتخبروني في التعليقات هاد الحلوة غايمة تراتوهاش ديروها مول رخيصة بزاف ويعطي شكل شباب بزاف كي ما راكم تشوفو فيه هاي شفتوها ودينها ودين فتت لكم واحدة انا يليقا فتت لي ما شافهاش في اللول يشوفها في التالي شوفو الحاشو كيفاش يبان فيه في الواسط يبان شباب وزينوهم باللكيسات يكونوا شابي تاع دنتل وزيدوهم الدنتل يقول تولي حلوة بخيزان طابل تولي حلوة راقية ديروها تفل الأعراسة تاعكم مشيغلا في حلوية العيد وإلى الملتقى ان شاء الله شكرا